وإلى سابر رأى حيث ينتظر الناس فتح طرقها وتدوير عجلتها الاقتصادية أعلنت شركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية تأهيل معمل الأكسجين ومعاودة الانتاج بالطاقة التصميمية البالغة 5000 لتر يومياً لرفض المستشفيات بغزي وسائل الأكسجين الطبي وذكر مدير عام الشركة الدكتور عبد الرحمن عباس طعمة بأن تحقيق مراحل إنجاز متقدمة في تنفيذ مشروعي الخيوط الجراحية وبخاخات الربو تعتبر الأولى من نوعها في العراق وأضاف أن هذه المشاريع ستسهم في توفير منتجات جديدة ولأول مرة إضافة إلى تجعيل الأيدي العاملة وتوسيع نشاطات وتخصصات الشركة وتحقيق الإيرادات